السلام عليكم يا جماعة كيف حالكم اليوم الفيديو مميز لانو عن قصتين مختلفتين واحد منهم عن ليش انا كنت كتير خايف من الفشل واحد منهم كيف تشجعت للنجاح وتنتين لهم علاقة بتجربتي خلال الجامعة بس اتوقع انو ان شاء الله يكونوا مفيدين حتى للناس اللي هم في المدارس او الناس اللي خلصون الجامعة تمام هلا بداية عارف انتو ملتهين في منظر الجذاب بدون نظرات وضح لكم الموضوع بس اخلص طبعا معانا كاستر ماي المعتادة ومعنا حلاوة الرز ما بعرف شكلها مش يعني ما بشاهي هون صار لها ساعة لاني صار لي ساعة بكتب سكريبتو بدي اصوت بس هي اللي ماورف ازنبيني بصراحة على كل حال رهيبة قبل ما ندخل في القصص انا حاب احكي لكم المحمد اللي قاعد قدامكم ما كان طول عمره عنده هاي الكايزمة وهي الشخصية وهي الثقة انا عارف انه صايب عليك عزيزي وعزيز المشاهد لكم تتخيلوا هذا الاشي محمد ما كان هيك دايما فكيف كانت نقطة التحويل هم كانوا نقاط كتير ايه ومعظمهم كانوا في الجامعة نقاط تحويل بس خلينا ارجعكم لبداية بداية 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 وشوي بيتون ما امنع لي كتير جدي بس عشان اقريكم اشارك معكم مشاعر حقيقية كانت موجودة لما تخرج من المدرسة كنت ماخد صف برمجة computer science و كنت رسبته في المدرسة رسبته حتى طلب منهم ينزلوا لي في المعدل فحكوا لي اوكي معناتو لازم تكنسل تسجيلك في الصف لهالدرجة كان سيئة راسم و رحت عالجامعة قالوا يا محمد يا ابن الحلال لازم عشان تكمل في الهندسة اما تاخد احياء بيولوجي او computer science برمجة و كنت رجل من المدرسة لا بيولوجي ولا computer science ممكن اخد قالوا لي معناتو تدخلش هندسة المهم حكينا مندخل ال computer science و نقول بسم الله فتوكلت على الله و استشارت اهلي و قلنا شو نحاول الحمد لله بعد ما دخلت computer science بالجامعة و دخلت على اساس انه هاي بداية جديدة انا بدي احاول امحي التجربة لديه الماضي و الفشل اللي كان عدي Patty بماضي و ادخله اله اللي صار اني بعد ما سجلت في الصف يوم يومين شفت ناس كانوا معي بالمدرسة ناس اكبر مني بسنة كانوا معي بالنفس المدرستة في دبي سري للناس اللي ما تعرف درست انا جامعة في امريكا في جامعة Purdue University فبالجامعة شفت ناس كانوا في مدرسة اكبر مني بسنة قالوا لي مصفوف distance و قالت steady to my 70 اللي انا ما اخد هاذاوم بعض الالs و أسجلت في صفة computer science قالوا لي أنت مجنون؟ شو اللي مسجلك فيه؟ قالوا لي فيه ناس كانوا في نفس مدرستنا أخذوا الصف اللي أنت رسبت فيه جابوا فيه علامة كاملة عملوا امتحان خارجي جابوا فيه علامة كاملة لما إجوا على جامعتنا رسبوا في الصف اللي أنت سجلت فيه أنا هون قلت شو اللي عملتوا في حالي؟ هذول الشابين حكولي كلام يعني لو ثقت بنفسي وراءة يعني هم مش بس بمزعوها ومزعوها وحرقوها واختفت عن الوجود حكيت يا رب اقول بسم الله وبتوكل ومن شو شو بصير معنا الحمد لله في نهاية الفصل العلامة كانت ممتازة طلبوا مني أثير واحد من الناس اللي بدرسوا المادة وكتير حبيتها لدرجة أني اخترت هندسة الكمبيوتر كتخصص هذا أول سنة الكلام تمام؟ مقدمة بسيطة هلنا نبدأ في أول قصة اللي هي قصة الخوف من الفشل شو اللي صار بأول سنة؟ لما قررت أن أنا بدأ أدخل على هندسة الكمبيوتر حكيت حابب أطور مهراتي بما أنه أنا لسه جديد يعني وصح حمد لله زبطت في آخر صف كمبيوتر ساينس بس جديد على المجال فقررت أن أسجل في نادي مؤسس من إحدى طلاب الجامعة في الجامعة بتسمعلك أنك تأسس نادي وفي عندكم أندية رياضية وعندكم أندية اجتماعية وعندكم أندية على مثلا صف معين أنكم تقوى حالكم فيه وفي أندية بتجمع بين العلم وبين المتعب فسجلت في نادي كان المؤسس اسمه دييغو بديكم تذكروا الاسم دييغو منيح النادي كان عبارة عن الاجتماع كل أسبوع ونحاول نعمل زي اختراعات حلوة من خلال الشغلات التي نتعلمها من صفوف هندسة الكمبيوتر ولو أنه كانت الاختراعات بسيطة وحدة عاملها من قبل نحن منتحدى حالنا أنه نساوي شي شبيه فأحد الأسابيع وفي يوم الاجتماع الغرفة التي عادة أنا منجتمع فيها كانت مأخودة فحاولنا ندور على غرفة ثانية نجتمع فيها ونقعد فيها أنا أول سنة هم كنهم ثانية سنة أو ثالث سنة فكانوا ماشيين قدامي واختاروا غرفة معينة لاب فيه كمبيوترات فتحوا الباب ونلحقتهم ما بقدر أوصف لكم ريحة المحل قديش ريحة عفونو لكم يعني إشي 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 والله ما أنا قدر أوصفه مش قدر أعبر بالثاني ريحة بتؤتر المفاجأة أين كانت؟ إنه هاي الريحة جاي من شخص واحد الغرفة اللي دخلنا عليها لاب أو مختبر كله كمبيوترات وبس بيه شخص واحد قاعد بزاوية بعيدة فلما رفيت وأنا لاحظت إنه هاي الريحة جاي من شخص واحد شما قزيت أكتر إنه انت شو اللي عامل في حالك إنه هتكون الريحة طالع منك ولها الدرجة المفاجأة ما وقفت هون هات الشخص اللي كان قاعد كان محاط حرفيا بكياس مكدونلز يعني لما أحكي كياس خمس ستة سبعة وما كلهم هو قاعد والشخص كان وزنه زايد بطريقة يعني الله يعينه وأنا عادة ما بحب أحكي عن الوزن ولكن لما أنت تشوف سبع كياس مكدونلز معناته هو أخذ القرار إنه ما بدي يهتم في صحته هذا مش شخص عم بحاول إنه يقاوم حاله لا أنا عادة ما بخل في هاي الأشياء بس الوضع اللي هو فيه ولما أنا شفت كيف لا دير باله على شكله ولا على ريحته ونظافته ولا على صحته قلت لا لازم نجيب هاي النقطة لأنه فعلا مش مهتم لأنه فعلا سمح لحاله إنه خلص أمور كلها تفلت في حياته عم بحاول لما دخلت الغرف النساء عم بحاول أستوعب طلعت عالشاب مني يعني واضح واضح إنه وصل له عالأقل أكم يوم مش متحمم شعره مزيت بطريقة غريبة جلده بلمع بطريقة غريبة زيت أرف وسخ وأوعيه هاي كلهم بهدري لا مش مؤرف 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 الوضع كان المهم فالشباب اللي دخلوا قالوا له مان انت أي سنة يعني بالجامعة قالهم أنا هندسة كمبيوتر سنة أخيرة حكيت يا الله يا الله انتو عارفين إيش الموقف أنا كنت فديك المرحلة شخص لسا بحاول يبني ثقته خصوصا في الموضوع التخصص شو أكتر شي صاعقني في الموضوع لما هو حكي أنه هو تخصص هندسة كمبيوتر إنه هذا يجسد قرارات اتخذها في نفس المجال تبعنا وأدت فيه لهذه المرحلة أنا مش قادر أستوعب أنه إنت ممكن توصل هاي المرحلة الدنيئة في تخصصنا كفا كان عم بيحكي معانا وبمزح بقول عفكرة يا جماعة لا تفكروا الوضع اللي أنا فيه إنه هذا إشي نادر كل حدا هيك وإننا حكيان أنه نام في المختبر يومين ثلاثة كأنه يوميتا أنا طلعت من اجتماعنا من هذا المختبر من اللاب وشايف قدامي ما كنت مصدق إنه فيه شخص ممكن يدخل على تخصص والتخصص اللي أنا اخترته وينتهي فيه المطاف هيك بهذه القذارة وصحته وشكله ختياره وشعره أنا ما حكيت عن شعره خفيف إيش هاد إيش اللي عامله في حاره هات الزلمة فيوميتا لما طلعت أنا لازم أقطع لحالي وعد وهذا الوعد شو ما يصير ما حخلفه القاعدة الأولى اللي ما حخلفها هي قاعدة الصحة شو ما صار فيه بالجامعة هداك اليوم أنا قطعت على حالي وعد إنه ما أسمح لصحتي تدهور زي ما هذا عمل في حاله فيه فرق بين اللي بدي يستمتع بالحياة وكل فترة فترة يأكل مكدونالز عادي ويأكل حلوية تعيني أنا حرفية عم بصوره قدامكم وفيه حلو قدامه وهذا ثاني صحين على فكرة مشو تاني صحين بس إنه الفكرة كلها ما عندي مشكلة الوحد يستمتع بس إنه الوحد يبالد بالطريقة هديك وينسى حاله أبدا القاعدة الثانية النظاف الشخصية والترتيب وإن الوحد يهتم في منظره في شكله إذا مشت عشان أي حدا عشانك وحعطي لكم صورة كيف كنت أول دخلت الجامعة وكيف لما قربت على التخريج كيف كان شكلي أنا اشتغلت على حالي وأنا فخور بهذا الإشي لأنه كله إجا من لما شفت هذا الشب القاعدة الثالثة النوم يوميتها أنا قطعت على حالي وعد إنه ما أظن صاحي 24 ساعة كل يوم إلا أنام وفعلا والحمد لله لما تخرجت ما كان في أي ليلة في الجامعة إلا أنا نمت فيها إن شاء الله يكون أصعب فاينل عندي يا حنام قبلي إن شاء الله يكون عندي مشروع تسليم ضخم حنام قبلي لازم أنام ما حصير زي هذا الشب قاعدة الرابعة أي شخص بسألني عن تخصصي أو عن الجامعة أو أي إشي تاني ما حعطيه صورة سودة أو صورة بتخليه يكره حاله ويكره المحل اللي هو فيه لأنه هذا الشخص بسبب شكله فعلا فعلا ممكن يصير لي إشي فعشانك أي حد يسألني عن الجامعة بعطيه إجابة صريحة هابدي أخلي إنه مع الساعة اللي هو كان موجود فيها إذا هو فعلا شغوف بهذه المادة أو هذا التخصص أحاول أشجعوا يدخلوا ويكمل وهدول هم من القواعد الأساسية طبعا قاعدة الدين موجودة بس هذا ما أثر فيه يعني هذا كله على بعضه هذا إنسل بني آدم فما كان له تأثير إنه والله يبدأ حافظ على دين الحمد لله هذا موجود بس يا الله يا جماعة الخير زي الكابوس تعرفوا الريحة قد ما كانت سيئة أنا بدأ ركز عن موضوع الريحة لأنه بحياتي بحياتي وربنا شاهد ما شميت ريحة طالعة من شخص واحد بهالسوء والقضارة هاي لدرجة إنه هاي مش ريحة سيئة بتعلق في الأواعي مثلا لو رحتوا على مطعم أو مطبخ ممكن في ريحة تعلق أواعيكم اتغيروا الأواعي وخلص انتهى لا هاي ريحة بتعلق في منخيركم إن شاء الله تبدل أواعيك إن شاء الله تسافر وتروح المعلقة هون يا عفو الله إشي مقرف 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 وهذا الشخص اللي ريحته كانت بتأرف لما شفته تعمقت في أفكاري وواحد من الشغلات الحمدلله ما عملتها إني ما دخلت في التفكير الزائد، اللي راح عليه فيديو التفكير الزائد ضروري إني تشوفه هتكون اللينك محل هون بس الحمدلل أني أنا طلعت من هاي التجربة مع هذا الشخص النتن بالقواعد اللي أنا لحكيت لكم عنها لأن الحمدلله كانت من الشغلات اللي كتير ساعدت في هايك السنة باختصار ما خليت هذا الشخص الفاشل الميأثر علي دعني اتعلم منه وحاول انساء بقدر الامكان اه بس الريحة 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 هاي هي اول قصة القصة اللي خلتني اكره اني افشل في المجال تبعي وادمنك ريحة المنظر سبحانه ربنا سخر لي مثال حي عن شو معنات الفشل وشو معنات الخسارة سخروا قدامي ويلو ريحة ويلو شكل ويلو منظر في قصة تانية ان شاء الله يكون طعمها احلى وريحتها احلى وصورتها احلى دعني ادل ريئي بس وغير طعم تمي اذا انتم قدامكم كاسب شاية او وهو اشتد واخدوا بريك سريع بس يالله ندخل على الجزء الحلو من الفيديو تمام اهم علا الاكلون استعجلت متحمس ادخل على الفيديو مرة تانية هلا ندخل على القصة الايجابية اللي هي قصة ديييغو ديييغو اذا بتتذكروا حكيت عنه ببداية الفيديو اللي هو مؤسس نادي هندسة الكمبيوتر اللي انا انضميت له بدي اعطيكم خلفية عن ديييغو عشان تحسوا انتم فعلا بقوة القصة تبعته ديييغو هو شاب مكسيكي وبالفتر اللي انا ويا قنا بندرس فيها كانت الامور شوي صعبة لأي شخص مكسيكي عايش في امريكا صعوبات سياسية مش حابب ادخل فيها ولكن هو كشخص مكسيكي فهذاك الوقت كانت الامور صعبة بالنسبة له انه يكون موجود في امريكا وانه يتوظف في امريكا كمان وديييغو كان طالب اكبر مني بسنة اللي صار انه انا صحابي في يوم الايام حقولي تعال بدنا نعرفك على شاب متميز متفوق اسمه ديييغو طالب اكتشفته انه هذا ديييغو اللي اكبر مني بسنة واللي كان في هندس الكمبيوتر كان معدله اربع 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 من اربع بالنظام الامريكي يعني معناته علامته كاملة في الجامعة يا جماعة اوكي محمد فنان اوكي وانا ما شاء الله اتدريه بس بحياتي ما تخيلت انه في حد ممكن يجيب اربع من اربع في الجامعة هذا كان شغلة تسمعها هنا بعيد مين يجيب اربع من اربع في شخص قدامي كان عنده هاي العلامة في التخصص تبعي فانا بحكي مع ديييغو تعرف شو اكتشفت انه بعد اول سنة اله كطالب مكسيكي عايش في امريكا اتوظف في مايكروسوفت في الصيف انتو عارفين ايش يعني دخل على مايكروسوفت مايكروسوفت بالنسبة لما احنا مهندسين الكمبيوتر هي زي برشلونة او ريال مدريد يعني طوب 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 مايكروسوفت بالنسبة له داخل على تخصص صعب و راح لمايكروسوفت فقلت واو انا لازم اعرف عن الشاب هذا اكتر المهم اعادت معه تعرفت علي اكتر سرت اشوفه عندما نتغدى بالجامعة كان عنا فوت كورتز زي قاعات طعام يعني موزعين في الكامبس او في الحرم الجامعي فكنت اشوفه كل فترة وفترة لما تعرفت عليه اكتشفت انه بروح على الجيم بدري الصبح اكتشفت انه بياكل صحي اكتشفت انه بيأكل اكل صحي اكتشفت انه بيدير باله على حاله ومشالله ش شاب مركز قلت اوكي انا بدي اصير زيه اكتشفت انه بدي اصير احسن من ها دييغو هذا فسرت اروح على الجيم بدري اكون داخل وعيني بحرقوني وشكلي اطالع من اتخذ حرفيا اطلع دييغو يكون هو الريدي مخلص التمرين تبعه الصبح هذا الحكي اول ما ادخل هو يكون مخلص عنده ابتسامة ما شاء الله صحته ممتازة معضل شعره بيرفكت باخر التمرين بقول له هاد من اين جايه هذا سوبرمان حرفيا بعدين اشوفه مثلا في قاعة الاكل نعود مع بعض اطلع صحني صحني بكون صحي بس بطلع صحني بقول كيف دائما نصح ناك شكله صحي اكتر من صحني اميزن هاد دييغو فنان اكله سريع ما بضيع وقت بيكون بدردش معك بس يخلص بقوم عنده اشغاله عنده حركاته طول اليوم شكله مرتب شكله دار بار احاله اميزن سبحان الله بعد اول سنة دييغو قرر انه يروح على جامعة مختلفة اماما جامعة تانية ممتازة كمل فيها كل سنة على حسب علمي جاب 4.0 او 4 من 4 صيف السنة الثاني اظن توظف مع جوجل يعني اذا حكينا مايكروسوفت هم ريال مدريد جوجل هم برشلونة بالنسبة لنا مهندسين الكمبيوتر ولما تخرج اظن اشتهل مع فريق تاني في جوجل كمان ولما تخرج خطب بنت كمان يعني حياته سبحان الله اميزن ولا اذا حياته اميزن شوفه انستجرام طبعا سبحان الله عليم الله الصور في الانستجرام عنده زي صور بتشوفوها في المجلات هذول العائلات اللي يكونوا عاملين موديلنج على حياة سعيدة بس هو هيك ولكن الشاب تعب تعب مظبوط وانا شوفت هذا الاشي والحيو في دياجه لما كان شايفها لما كان مغرور انا وجودي حواليه كنت دائما احسس محمد انت تقدر تكون احسن تقدر تدفش حالك شوف هو ما شاء الله علي بصحى بدلي وبتعب وبشتغل وبستمتع بالحياة وبيعطي حاله بريكس وبيعطي وقت مع اهله مع اصحابه بقدر يوازن كل شيء مع بعض وجودي حواليه كان يدفعني على طول دائما كنت احسس بقدر اثاوي احسن دائما بقدر ارفع مستوي اكتر وسبحان الله انا صاحبته لعدة اسابيع او عدة اشهر لانه راح لجامعة تاني بس بهاي الفترة قد ما انا كنت متشجع الحمد الله هذاك الفصل جبت 4.0 الوحيد في حياتي جبتها سبحان الله كنتم صاحبه الحمد الله صاحبتي بالجامعة كان لها تأثير منيح بس هو تأثيره كان من نوع مختلف من مذاق مختلف فهذا هو دياجو يا جماعة هذا هو دياجو الله يسهل عليه والله يعني هو شاب عادي ليش انه هلا صار في المجلة لا وما بيعرف ابدا ان انا معمل فيديو هذا عنه يمكن ابعت المسجد الله الله اعلم السبب اللي حبيت اشارك معاكم هدول القصتين مع بعض مش واحدة او التانية التمتين مع بعض انه احنا داما في حياتنا عندنا حرية الاختيار منقدر نختار ان نكون زي اول شاب اللي ريحته معفني بتقتل الله يسامحه وعننا اختيار ان نكون زي دياجو ومركز دار باره ع حاله صحته ممتازه وبتعب ويشتغل في النهاية قصة نجاح هذا دياجو وهدول القصتين سبحان الله مستحيل انساهه في حياتي لانه شفت قدامي مثال عن نجاح ومثال عن فشل مثال عن شخص بقدر يساوي كل اشي لو ركز في الموضوع ومثال عن شخص كل حياته صارت مأساة لانه خلص فلتت الامور وخرجت عن سيطرته ومن نفس الوقت ما حبيت اشارك بس التجربة الايجابية او الشخص الايجابي اللي هو دياجو وما حبيت بس اشارك الشخص الفاشل لانه سبحان الله من ناحية نفسية القصة الناجحة والقصة الفاشلة باثره علينا بطريقة مختلفة فحبيت اعرضهم عليكم انتو حاسم انتو شو بتحبوا تسمعوا اكتر قصة النجاح وتتحمسوا تكونوا زيه او قصة الفشل عشان تتشجعوا وتبعدوا عنه او ممكن التنتين تبعدوا عن الفشل وتقربوا اكتر عن النجاح فاسأل الله تعالى شو مكان هدفنا انا وانتو وزين وكل حد بيحضر انو نوصلوا علاقتنا مع عربنا قوية علاقة ما تنهز نوصلوا احنا بكامل صحتنا صحتنا الجسدية صحتنا العقلية وصحتنا النفسية وصحتنا الاجتماعية وصحتنا من خلال علاقتنا مع اهلنا واصحابنا يارب انها تكون الصحة دايما في اعلى المستويات ويارب نجاحنا ما عمره يأثر على صحتنا من اي من هاي النواحي او اي نواحي تاني احنا مش عارفين عنها عارف هذا الفيديو يمكن كان اطول من المعتاد و اأمل انو كان قدامكم كاستين ثلاثة اربعة شاي ان شاء الله تكونوا امبسطتوا فيهم بصراحة حلوة الرز انا هي ثالث مرة احكي لكم عنهم الفيديو لازم تجربوه يا جماعة حلوة الرز وهذا من محل سوري عليم الله اتقنها صح قبل ما انسى وين نظراتي والله نظراتي هون ما لهم اشي شفتوا شو المشكلة اول ما احطهم فيني عكاس عليم الله اخر فيديو انا اتشوشت عنكم فشكرا انكم انتو كنتو صبوريا ما حدش حكي اشي في الكومنتات شكرا على التعليقات الايجابية اللي اجت في اخر الفيديو يا جماعة الخير صدقوا اني مبسوط انا مبسوط الصحيط اليوم مبسوط يعني مش كتير كنت مهتم على موضوع اد ما انا كنت مهتم على انتو ناس اللي بتحضروا ولو كنتوا قلال هل تجربتكم كانت منتعة هل السمتاتو هل حسيتو والله هذا نوع الفيديوهات اللي بالنحان محمد يضلوا فيها وظن ايجابة كانت قاب وعشان هيك حكيت تعرف اقل اشي انا ممكن اعملوا انه اساعدكم انه هاي التجنب تكون احلى خليني اشيل نظراتي تستمتعوا بالجمال الطبيعي انا معا تتفادوا هذا الرفلكشن تتفادوا الانعكاس الضوعة من نظرات هذا البلهي خليكم ترقصوا في عيوني دوبوا في عيوني خلص بكافي بكافي بس خلينا نسترع حالنا بما اجيب مايك جديد فان شاء الله بصراحة حاول افكر اشوف التلفون هذا ادى ادى يعني معروفه و ادى خدمته بس يمكن صروق اجيب اشي شوية احسن سواء كان تلفون او كاميرا مظبوطة مايك هذا موجود من ايام الجامعة من ايام شهر عشرة 2019 يعني كمان عمل معروفه الضو ممتاز جديد بس يمكن اجيب واحد تاني كمان يكون مسامد تكون الصورة اوضح ان شاء الله تفكيري دايما كيف ممكن اخلي تجربتكم ممتعة اكتر الشغلات اللي بادرة اتحكم فيها هي الشخصية والكلام والاسلوب ان شاء الله التغييرات في فترة الماضي تكون عجبتكم بس النفس الوقت كمان خصوصا اذا الفيديو بيكونوا طويل على اقال احاول اسهل الموضوع على عيونكم وعلى دينيكم وتكونوا انتو مستمتعين بكل النواحي لا تنسوا تكمسوا زر اللايك اذا انتو ما تكمسوا من قبل او اذا انتو مش مشتركين في القناة اذا انتو مش مشتركين في القناة تشترك او اذا انتو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة مشوفكم ان شاء الله في الجمعة الجاي لانه هننزل فيديو اسبوعي كل جمعة اذا عنا نزلت بدياكم تنحمولي بدياكم ان شاء الله ان اصbro في بلاد اخر واقيكم على بعد الفيت ما تقولون المحمد ان شاء الله تنزل فيديو خلص ثوالح لازمك تنزل كل جمعة فهدا العهد او الاتفاق بيني وبينكم تمام او التي ستم اطلاح الأكس محولي وصلوا مع النبي لانه الفيديو ان شاء الله سينزل لكم يوم جمع وحتى لو بتحضروا في يوم السجن اصبوا مع النبي شوفكم ان شاء الله في الفيديو القادر مع السلامة السلام عليكم إيتش فريقي في كم قطرة uma vez إنه ليس على أن siihen treve مثل بمرنا انني سأسكت Darwin يا الله سلام عليكم اللّه ها يصلي ساعة أمدت اكتبًا 100 رائع به الذي ينبه في البيت الحורה حسنا نحنا ت بالله أين السياسي؟ لا لمحن حق Okay